نهاردة معنا في السادسة خليني اقول لحضراتكم انترفيو مهمة جدا مع كولينز اوكينيو ده واحد من خبراء الاعلام في اتحاد الافريقي يعني الموضوع الحقيقة مرتبط باتحاد الافريقي ورؤيته لبطولات الافريقية في السنة اللي جاية الموسم اللي جاي وهتكلم معنا في اكتر من نقطة مهمة جدا منها فكرة انه بعد فشل طبعا فكرة الدولي السوبر الاوروبي في كلام الحقيقة ان انفانتينو بيرعى الفكرة انه يتم تطبيقها في افريقيا عايز اسمع وجهة نظر الاتحاد الافريقي فيها عايز اتكلم على المسابقات الافريقية والمشاكل اللي بتحصل فيها والمشاكل المتكررة ورؤية الاتحاد الافريقي طبعا بقيادة مونسيبي فيها السنة اللي جاية ايه التطوير اللي ممكن يطرق على نسخة دوري الابطال والكونفدرالية اللي جاية من ناحية التقنية ومن ناحية الفنية دور الاتحاد الافريقي رؤيته في دعم اللاعبين الافرقة المحترفين او الغير محترفين حتى في الخارج دعم المدرب الافريقي ونحن عندنا واحدة من أهم التجارب النجحة طبعاً اللي قدمها النادي الأهلي وهي استخدام بيتسو موسيماني اللي نجح بشكل كبير جداً في أول ما وسمه مع النادي الأهلي كل ده ما تروح في السادسة النهاردة في فقرة الفيديو كونفرنس أو السكايب بس خليني في كذا لقطة الحقيقة مهمة جداً إحنا يعني الحقيقة الزوملة كان ليهم كده لقطة لطيفة جداً رصدوا فيها انترفيو مع ويلرد كاتساندي وده لعيب محترف لعيب زنبابوي محترف في فريق كايزر تشيفز كان لي انترفيو تكلم فيه على رؤية لعيبة كايزر تشيفز لمواجهة الأهلي في نهاية دوري الأبطال الكلام ده الحقيقة يمكن قال فيه أكتر من تصريح اتكلم مع صحيفة ساندايميل وقال وخدوا بال حضراتكم لأنه ده يوري حضرتك يمكن كتير من الناس شايفة أنه فرص الأهلي قدام كايزر تشيفز كبيرة جداً وده حقيقي يعني دايماً بيبقى فيه مقاييس بعض المقاييس كده اللي بتحطها في أي مواجهة تاريخ الفريق في البطولة قدرته على حظ الألقاب إمكانيات لعبيه الفنية أرقامه فيه نسخة دي من البطولة في مواجهة المنافس ده شيء عظيم جداً وكل بلاد الدنيا بتعمله لكن زي ما اتفقنا المقدمات دي شيء والتسعين دي شيء تاني خالص وفيه دوافع ممكن الحقيقة يعني على سبيل المثال اللي يمكن خلينا أشبه ده بكريستين أريكسن نجم منتخب الدنمارك اللي ما فيه شك كل الناس بتشوف أنه يمكن أهم لعبي منتخب الدنمارك أو نسخة الدنمارك اللي بتشارك في بطولة اليورو ويمكن هو خد لقطة طبعاً واهتمام العالم كله في بداية البطولة لما وقع وقصيب وخرج وكان فيه شك في أنه في حالة وفاوة إلى آخره وخرج من البطولة ولعبة الدنمارك المشوار كله من غير أحد أهم لعبيها مش هقول أهم لعب لكن هو أحد بالتأكيد أحد أهم لعاب الدنمارك في الفترة الأخيرة ورغم كده قادر منتخب الدنمارك أنه يوصل للدور قبل النهائي ويحقق المفاجأة الكبيرة جداً جزء كبير جداً من دوافع اللي أعلن عنها لعيبة الدنمارك في بداية المشوار بطولة اللي احنا هنلعب عشان أريكسن يعني ما احنا اتحولت إلى منحة فيه وقاوات كتيرة جداً ظروف صعبة ومطبات صعبة ممكن تمر بيها تكون بتخلق عندك دوافع تخليك تقدم مردود أو تكتشف في نفسك قدرات أنت نفسك شخصياً ما كنتش تعرف أن القدرات دي موجودة عندك عشان كده بقول لحضراتكم الدوافع اللي موجودة عند فرقة كايزر تشيفز كبيرة جداً والمشوار اللي قطعوه وصولاً للمباراة النهائية بالتأكيد بالنسبة لهم مشوار من السهل وتصريحات ويلرد كاتساندي على المباراة دي ورؤية اللعيبة بتاعة كايزر تشيفز للمباراة دي إنها بدايةً إحنا أول مرة نوصل نهائي يعني يعني دي حاجة يعني على عكس من النادي الأهلي النادي الأهلي وصل للنهائي 14 مرة وإن شاء الله بإذن الله هيوصل كتير جداً فبالتالي فكرة إن الفرصة بالنسبة لهم بتبقى بلغتنا كده فرصة عزيزة قد لا تتكرر وإن تكررت قد يكون ده بعد زمن طويل جداً وفي جيل تاني من العيبي كايزر تشيفز دي فرصة يعني صعبة جداً أنها تحصل وبالتالي واحد كمان من الدوافع عندهم إن هما يكتبوا تاريخ يكونوا أول جيل يفوز ببطولة دوري الأبطال قدام النادي الأهلي هتكتب في تاريخ كايزر تشيفز إنه الجيل ده من اللاعبين ده على لسانه هو 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 اللي حقق البطولة وبالنسبة لويلرد كاتساندي نفسه بيقول ده يمكن يكون آخر أنا بقى لي عشر سنين مع كايزر تشيفز ومحققتش قبل كده إنجاز بالحجم ده وبالتالي عندي على المستوى الشخصي دوافع كتيرة جداً عشان كده الدوافع دي في وقت من الأوقات ممكن تلغي كل الفروق اللي ممكن تكون موجودة من حيث الإمكانيات أو من حيث التاريخ أو من حيث عدد البطولات وده تأكيداً عن المباراة بالتأكيد هتكون الأصعب وبالتأكيد كايزر تشيفز أو لعيبة فرقة كايزر تشيفز هتبزل كل ما لديها عشان تحقق الفوز وده طبعاً السيناريو اللي ما نتمنهوش سريعاً أختم بأحمد حجازي طبعاً أحمد حجازي حضراتكم عارفين طبعاً قدم موسم أكتر من رائع في اتحاد جدا السعودي ورغم إنه المسابقات يمكن انتهت من فترة لكن الحقيقة بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الأولمبي تم وضع برنامج تدريبي وتأهيل الأحمد حجازي عشان طبعاً حضراتكم عارفين إنه واحد من الثلاثة اللي اختارهم كابتن شوقي غريب في الفترة الأخيرة مع محمد شناوي نجم طبعاً نادي الأهلي وأهم حدث في مصر وفي أفريقيا ومع طبعاً محمود الوينش مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر عشان يكونوا التلاتة دول هما اللي ينضموا لعاب منتخب مصر الأولمبي ويشاركوا طبعاً في الأولمبياد في توكيو زي ما قلتلكو في انترفيو مهم جداً ومحاور مرتبطة بالكرة في أفريقيا وإزاي ممكن يكون شكل مسابقاتها في الفترة اللي جاية أعتقد أنه موسيبي الرئيس الالتحاد الأفريقي الجديد عنده خطط طموحة جداً لتطوير اللعبة والارتقاء بالمنافسات الأفريقية منتظر أن نحن نشوفها بداية من النسخ اللي جاية في الموسم القادم هنتابع التفاصيل مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة